مواضيع جديد صارت هيدا الاسبوع رح نتناوله بالتفاصيل واهمة الاطلالات الرائعة وبعد المواقف يلي صارت بالجوي اوورد المنظم بالرياض كمان رح نحكي عن الفيديو المسرب لانجي خوري يلي طلعت تنفي انه بوجود هيدا الفيديو وانه عم بتمطل فيك الخبر هل يترى هيدا الفيديو فعلا لانجي او لا الجواب بهيدا الحلقة الفناني والموسلة العراقية مايس كامير عم بتعاني من تنمر الناس بسبب اتهامها بالقيام بعمليات تجميل باخر صور نشرتها عبر تطبيق سنابشات اضافة للعب استفاني صليبة المصارعة ومواضيع حمسية اخرى مثل العادي ما رح فيكن تقف ولا موضوع خليكنوا متابعين انتشرت مجموعة من الصور لمايس كامير مايس كامير مايس كامير يعني بتحسوا على شوية السيدة نفاخها شافتت له وجه اخدي السيليكونات واخدي الدهنات ومنفخة فيهم وجه من كتر مصاير وجه مبوقت بويه وما نبين إلا شفيتيرا مشيين قبل منا ولكن لحسنا الحظ نفت هيدا الموضوع نفيا قاطعا مايس وصرحت انه الموضوع منه اكتر من فلتر على سنابشات خلينا نشوف كيف ردد عيوني اشكركم جدا واشكر اهتمامكم وآراءكم عزيزة علي وحبكم واصلا تعرفون كل زين انا من الناس اللي اخاف كلش من عمليات التجميل بتتعليقات على الصور اللي ما الفلتر ما السناب الفلتر المسحوب ابو شفايف انا هذا احب مرات استخدمه لما اكون يعني اقعد الصبح احب احب الوجه الضعيف احب هاي التفاصيل مالت بس ما عرفت انه بالميكب رح يطلع كلش اوفر تفاصيل شوفوا الدليل انا في المطبخ الان سويت لكم فيديو لان انتو عزيزة حبيت اقولكم اشكر اراءكم اهتمامكم شكرا لكل البيجال اللي تبدي رأيها سواء كان سلبية ايجابي فا اراءكم الراس من فوق يعني الحمدلله انه الموضوع ما طلع عكتر من مسحة لانه بالفعل انت انساني جميلة جدا وشكلك هو اللي ساعدك انك توصلي بسرعة لقلوب الجمهور واذا كنت عم بتفكري انت تعملي عمليات تجميل فشفتي النتيجة كيف رح بتكون وحبيت هيك انه احترمت الصفحات اللي علقته بطريقة سلبية لانه ما كانوا حبينك تغيري شكلك عقبال منادين جيم وغيرهم يصيروا مثلك ويقتنعوا بحالهم مثل ما هلنا لفتت الانظار اصالة بحفل الجوي اوارد شو السبب لفتت الانظار هالمرة خلينا نشوف بهذا الفيديو على السريع ونعود يعني وين كون يا احمد الفشاوي وندا كامل وين كون ما صدقنا كيف تطلقته وارتحنا من حركات التمجيء والتبويس لا تجي وتاخد اللقب اصالة تقول لأ ازا بتريده مش عم بفهم ليش اصالة ماسكي هالعريس وماشي فيه كأنه لعبة مكيفة فيه يعني لو لو وحدة مخطوبة جديد واول مرة بتخطب وما انا متزوجة اتناعشر الف مرة هي رابع مرة ما شاء الله كنا مرة اناها نقول يا عمي مجلوقة ومبسوطة مخطوبة وايجا طلبني بس يا حبيبة قلبي اسم ما شاء الله عنك قطع الارسان مستوء ما في دولة عربية الا منك اخدي منه عريس شو بدك بالمخلوق لا لا هالقد مبسوطين ومكيفين فيه ولك منه عرفة وما جال جئت هالقد يعني خلص فيه عمر فيه احترام هيدي الحركات ما انا لا اقلك فعلا صدق المثل يلي قال يلي ما اخذ العريس مشان التبويس بكرا بيخونك وبتشوفي كوابيس وضلك اعرضي يلا يلا تبكرا بيسبوك بالعرض يا سلام يا سلام والحشة سندريلا فشرة سندريلا اطللات عديدة لفتت الانظار بمهرجان جوي اوورد يلي تنظم بالرياض العديد من المشاهير كانوا حاضرين في عطول عنا مجموعة من المشاهير مثل ليلة علوة وبوستي شنابي وغيرا وهالة صدقي وكثير غيرا هم بتحسون مثل الفرش او مثل الديكور بين المهرجان المهرجاء ما عم بفهم ليش عطول لازم يكونوا موجودين خلينا نتجاهل هايدي القصة هلأ ونعلق على ابرز الاطلالة بنبدأ اول اطلالة لفستان نانسي عجرام يلي تم انا حاولة اختار صور عفوية لتبين حقيقة الملابس يلي مرتديينه يعني ما شاء الله على هالفستان اللي بستو بتحسوها بكل بساطة مثل كأنه طالعا من الحمام وليه فل ما نشفي ومسكرتها وهالسكربينة اللي حطتها باجرة مثل كأنه شحاتت اصبع يعني ما كان ناقص اللي تطلعي على المسح وتشطفينهم ياه قبل التكريم ما بعرف كمان ما حبيت لك شو حكيته ولا اطلالتك ولا شخصيتك يلي كانت بالمهرجان اطلالة ايتن عامر البيضاء كتير حلوة اطلالتك ما شاء الله عنك كالعادة هربانة من الافلام القتالية تبع السامورا يعني ما ناقصك غير السيف منيح لما شافك جون ترافولتا قالوا لي كان هناك عم يتكرم كنتو لعبتي كونغ فو انتوية كتير حلوة هالفستان مثل كأنك ايب عبر داية السالون وجايبي فيها كمان من اسوأ الاطلالات اللي شفناها وما في عطول يعني لاحظت اكتر ممرة ذوق معدوم لا ايتن عامر ننتقل الى اطلالة مصممة الازياء رشا الرفاعي يعني صحيح نحنا هلأ بفصل الشتة بس رشا الرفاعي جابت لكم فصل الربيع بام وابو ما نخليي لوردة ولا زهرة ولا نبتي الا ما انا زاقتها وحطتها على هيدا الفستان من مشاة الرياض وجدة بس وين الخاف هلأ بس بديك تشلح الفستان بديك تنتري موسم لقطاف ثلاث اربعة جهور لخمسة جهور ليصير شهر نيسان لتقدر يتقط فيه وتشيلي هيدا الفستان اذا مصممة ازياء ولابسي هاك شو تركنا للمشاهير وللعالم العادية تحفي زينة مكة الممثلة اللبنانية يلي كمان شايفين هالفستان الرائع الغني عن التعريف الهوت كوتور يلي ما بيشبه ابدا مشمع الطاولة هاي اللي بيحطو فوق الطاولة كرمال ما ينزعوا وجه الطاولة لقماش بيكون في هاك مشمع نايلون ازا كنتو مضايعين وضابين ومن هديك السنة وما عدتو لقيتو لحوا هلا اخدتو زينة عملتو فستان ورايحة فيه بكل ثقة على المهرجين وتتصور لي وتتغندر لي يعني ما كان ناقص غير نعمل عليك اختبار الماء والذات لنشوف ازا بيعلق اعلاقة ازا بضاعة منيحة او لا مشمع نايلون اطلالة روبي الرائعة يعني احلى من هاك اطلالي ما في عادة عن انه استغربت انه ليش عم بيكرمو روبي وعلى شو معلاش يمكن عم بيكرموها عتمثيلة عندها كان فيلم حلو بس عبالي اعرف من ايا بوتيك جايب هذا الفستان ولك من ايا بوتيك جايب هذا الفستان حتى بافلام الابيض والاسود ما بقنا عم نشوف منه معقولة من البوتيك ابو جاهل من وين حاضي بها الفستان يا عمي لا بالبالي ولا بسوق الجمعة ولا بسوق الاحد في منه اذا الفاينال القرى الارضية هيدا الفستان من قرد من ايام جد جد جدنا وين حاضي فيه معقولة ستك مورتتك يا ورايح فيه على المهرجان كمان فعلا من اسوأ الاطلالات يلي زهرت فيها روبي بالنسبة لاطلالات كل من احلام واليسا ونادين نجام وروجينا يعني لاحظت انه كلهم كلهم لبسين لون الاسود ما بعرف ليش اغلبية المشاهير جايين بالاسود يمكن جايين يعزوا بالمرحوم ما بعرف مين ميتلون جايين هلأ بفهم انه كانوا ايمي سمير غانم ودنيا انه متوفيين امون وبيون وبعدهم حدين انه لابسين اسود بس انتو يا حبيبات قلبي ليش لابسين اسود ما بعرف على كل حال خلينا نعلق على بعض الفساطين ومنبدأ بفستان اليسا هلأ فسطانة بشكل عام يعني يعتبر حلو بس انا صراحة اول ما شفت هيدا الفسطان حسات حالي عم شوف عم تباية بفيديو العرس المسجل تبعهم سنة الف وتسعمية وتمانية وتمانين كانو هو من سنة الف وتسعمية وتمانية وتمانين من وين حاضي بهالفسطان وبهالاطلالة بابا عرف احلام يعني الحمد الله انه كان فيه كاميرات لنشوف الحقيقة يعني هي كانت عن السناب شات والانستاجرام كله فليتر عشوية لح تبين ان امر باخذ العين عنا المهم قداش بدك ترقع تترقعي قداش بدك تشدي تتشدي وقداش بدك تزبطي تتزبطي ما شاء الله هالوجه صاير هالقد ضعفاني وهالفستان يعني الحمد الله عندك زوء منيح بالتياب ليبسي شي حلو هالمرة بس الطابق الفعوني شو بدنا نزبط لنزبط نادين الجام لابستلي هالفستانة الاسود وعرضتلي الدريار كالعادة بس لحظناش شي يعني ملفت للنظر كلنا بنعرف انو الالوان الغامقة بالضعف وانتي وجيك وحناكيك منو مكبار ابدا ابدا منو مكبار عاملي متل السوسات طراص هالقد وخيط او نبريش بكل بساطة كمان الاطلالي ما كنتي فيها موفقة ابدا بوستي شلبي هالمرة بالمهرجان كمان كانت من اهم الموزيعات الموجودين بين الحضور وفجأة شافة جون تراولتا خلونها نشوف شو عامضت جون ترافولتا يا جماعة جون ترافولتا جون ترافولتا وصل الرياض يا جماعة فاكرين دي جون ترافولتا فاكر الكلام وفاكر الحاجات الحلوة فاكرين فاكرين يا جماعة ده جون ترافولتا منور التانية كلها منور جون ترافولتا ولي طحت الارض ريتك ملهوف ملهوفة. ملهوفة اول مرة بتشوف جون ترافولتا اللي بيشوفها بيقول استكشفت بير نفط تحت المعرجان. شوف فيها يا عمي قلقتي للزلم. جون ترافولتا. اهو. واخر الشي بس عملت كلها اللبكة وكلها الضجة. طلعت ما بتعف تحكي انجليزي. قلت له امر. تكتي قولي له مون. ما بتعفك مون امر. يعني جاي من اخر القريدور لعنده لتقولي له امر طلع فيها ها. اصار يقولها اش عم بتقولها. شو بقى ها ها. ضلت اطعاية جون ترافولتا. بالاخر كبت له ثلاث اربع كلمات عربي وهضيت. يعني بيغض النظر عن الكوليستيرول الاصفر اللي اللي مستوحى من صفار البيضة. بس عالقليلية يعني انت صحفية ومخضرمة عرفي لك كبيرك كلمتان ثلاثة. ما بتعرف تقولي هاي ها واريو عالقليلة تتسلمي علاج كلمتفع مية. لاش عملتي كلها الطوشي كلها. جرستينا قدام الاجانب. كتر خيرك. تسرب فيديو على مواقع التواصل الخاصة. لا السيدة انجي خوري. اكيد على ما بقدر اعرض هيك فيديو على قناتي. ولا بحب اعرض هيك اشياء. بس بس لو انفهم الفيديو بشكل مموه هو عبارة عن دخول خيارة الى ضفك 3000 4000 متر ولم يخرج منه. ولكن انجي انكرت انه هيدا الفيديو بيعود لالها. خلينا نشوف شو قالت وانا عود للتعليق بالحقائق. هاي كيف كون. في فيديو نزيل انو بنت ماشي حدا حاطت ايده من تحت شمدر شغام يعمل لك. وماشي حاتين وججي او حدا متلي او مبارق شو عاميني الي هو. فعم يبعتوا لبعض وعم بيقولوا انو هيدا انا. هاي تاني مرة بيعملوا وفيني. حسب الله نعم الوكيل بس رح اقول مش اكتر من هيك. يعني انتو بتتركوا الدنيا كلها بس بتجووا علي انا يعني ولش انا بالذات ازيني ما عم بفهم. انا التسعة شهر طبت عن السوشيال ميديا. تركوني بحالي. تركوني بحالي. بتركبولي افلامس وبتحطوا وفيني. شو بكون يا عم ما بتخافوا الله. لك حلو عني. حلو عني. حلو عني. هاي روش انا. شو بتقول? شو بتقول? خافوا الله. لأ مستحيلة نعمل كده وقلوس سمعتي. البيض ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. ولطحت الارض رأيتك. ولطحت الارض رأيتك. مع القليل ازا بدك تنكر الموضوع. غير العدسات يلي نفس ازا بتشوفه الصورة على الشاشة. نفس العدسات يلي بالفيلم المتسرب. هني زيتهم لما انكرت الموضوع. شغلي دماغك الاسترالي يلي فضعتينه فيه. شغلي لتعرفي تنكري الشغلة اللي صايرة. يا شو الواحد بده يحكي تا يحكي. ما بدي زيد عليك اكتر من هيك. يعني انت هيدا تالت بلد بتفوت عليه. وهلأ بعتقد من بعد هيدا الفيديو انه راح تعاني من مشاكل بهيدا. على امل انه ما تعاني. لانه ما فيني اتمنى الشر لحدا. قد ما كان الموضوع كبير ما فيني انا اكون شرير. واتمنى الشر لحدا. ولكن انا عرفت انك انت عم بتصوري فيديويات وتبيعيها لمواقع معينة وعم تكسبي بالدولار. انا بقلك من الاخر. ومن نصيحتي بالحياة انه المال الحرام ما بيدوه. فنصيحة مني يا انجي انه بطلي ماشي بهيدا الطريق لانه نهايته راح تكون كتير مانا حلوة. نشرت الموسلة اللبنانية ستيفاني صليبة فيديو عم تلعب فيه مصارعة مع المدرب الشخصي تبعه. يعني من بعد رؤية وفحص هيدا الفيديو بتلاحظه. لا بالتمثيل فالحة ولا بالمصارعة فالحة. بتحسوه عرض فيديو اعادة تبع المصارعة على العرض البطيء. يعني بده نص ساعة ايدا لتوصل عكفه. لأ. ويا ريتا عم بتوصل عكفه صح هو عم يجي ويستلقال ايدا بالجهة يلي عم تضرب فيها. يعني لو زلح في جاي وعم بتصارع معك كان وصلت ايدا على ايده قبل مني. ما انت فلحي بالتمثيل حبيبتي وزبطي وضعيك وخدي ادوار علمي وعمال ينحكى فيها برجعي بعدين روحي جلجئي وصارعي. ولي تحق الارض رأيديك جراسينه. سوزان ناجم الدين قررت الدافع عن مونة زكا باحد المقابلات لا لا خلينا نشوف. يعني شو بدي احلم هيك سوريا بقلب مصر الله اكبر بحبك يا موزة بحبك يا موزة بحبك كتير يا مونة. يعني انا صار معي نفس الشي نزلوا مشهد من من فيكتوريا فعيلتي هي تمسيح الحياة. بصي اله. بعمل اغراء بطريقة راقية بطريقة ايحاقية ما عندن وقت وما بشوفوا شي ابدا. من كدر معا باخد عيون وحياة الله. لا عجبتني طريقتها بالدفاع عن مونة زكا. انو هي شلحت الكلسون. عادي ما انا كمان بمسلسل ما بعرف شو شلحت الكلسون وانت قدولي. لانو نحنا عم نتنافس مين بيشلح كلسونه. بمسابقة من سيشلح الكلسون بس ما قصنا يجي جورج ارداحة ويعطينا تلات احتمالات ووسائل مساعدة. ولي طحت الارد ريتك ما بدك تتضامني معها بتقولي انا متلى وصار معي نفس الشي هيك بيتضامنه مع المواني. قولي انه بسياك العمل بيخضم سياك العمل في مكان ما. لأ انا كمان شلحت لك انا واخد ومشاهد وعمل. مش ضابطة. كمان لا شو هلقدم هيبر على المقابلات ما بشوفك غير. ايه? وبدك تسلمي عهاي وبدك تشوفي هي وكأنه المزيع ما انو موجود قدامي. شو معقولة تحميلة النعنع يلي بحكي عنا من بداية البرنامج اخدي مفعولة. هلقدت هيبر? عملك حبيبتي تاني مرة خليكي راي. المزيع بده يركز عليك. ونحنا كمان عبالنا نفهم. وعشو بدهن يسيبوكي بالعين وكل هالخرزات الزرق ما بعرف. ولي تحق الارض رايدي جراسينه. بنين موسى وينتشر لاله فيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي اثناء رفضة لاش احد الشباب من انو يلمسها او ينكزها باسناء رقصهم باحد المنسبات سوا. الله عالعفة. الله عالشرف. الله عالطهارة بس عبالي وين كانت هايدي العفة لما كان عم بيبوس ايدك محمد رمضان وصورت تنطة من الفرحة وطرقصة. شو هديك عفة الطهارة وهيدي عفة الشربينة يعني. هونيك حلال وهنا حرام. شو ما انيك معتبرها محمد رمضان زلمي يعني انت ولا شو? ولا بتختاري على اللي بيعج بك اوكي واللي ما بيعج بك نوت اوكي. كمان كتير حلو سامبل على الميك ابل عملتي وما انو اوفر ولا شوي. تحت الارض رايديك عارات. ولي تحت الارض رايديك جراسينه. هيك بنكون ونقصلنا لنهاية هايدي الحلقة بتمنى انو تكون نالة اعجابكم. متل العادة اذا كنتو حبين تتواصلوا معي على انستغرام لحتى تكترحوا المواضيع اللي في منهم كتير انتو نقيتون بهذه الحلقة. اذا كنتو بتشوفوني الاول مرة وحبين تشوفوا المزيد من الحلقات بنصحكم تعملوا سبسكرايب. اهم خطوة حتى ما تفوتوا ولا جديد انكم ترنوا الجرس لانو اللي جاية اقوى بكتير. اشتركوا في القناة